اشتركوا في القناة 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 الأجنبية وأشياء وحاجة خطيرة جدا قال لك الطفل لما يحفظ القرآن ده يعتبر اعتداء على طفولته ويعتبر على براته ينبغي أن يلعب وينبغي أن لا يقهر طبعا ده كلام فارق طبعا وده كان كلام مقصود بمحاربة الكتتيب والحقيقة أنا أعرف طبيب من الأطباء المهرة وده خرج في سبعينات القرن الماضي ماذا قال لي قال لي أن الأوائل في كليات الطب وكليات الهندسة في مصر هم اللي هم حافظ القرآن في طفولتهم لأن عندهم إبداع وعندهم تفكير لا نستطيع أن نتساوى معهم أبدا